ننتقل الآن إلى هذه الكلمة للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى دخاو كي يروا ويشهدوا التواطؤ الصمت ألمانيا 1933 فتلر والحزب النازي صعدوا إلى السلطة عن طريق إشعال واحد من أقدم الكراهيات في العالم وهي معادات السامية هذا أدى إلى مذابح ابتدأ اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وتأثيره على الحياة الاجتماعية كانت هناك مقاطعة لأعمال اليهودية والمعابد تم تشويهها برسم الصليب النازي المعقوف ومظاهرات معادية للسامية ومذابح لليهود وتنظيم للمظاهرات في أماكن مختلفة من العالم وكان هتلر يوسع من حكم الكراهية وعمل على إبادة اليهود في أوروبا فيما أسماه النازيون بالحل النهائي معسكرات الاعتقال غرف الغاز إطلاق النار بصورة جماعية وعندما انتهت الحرب ستة ملايين يهودي واحد من كل ثلاثة يهود في العالم قتل كراهية اليهود لم تبدأ بالإبادة الجماعية أو المحرقة ولم تنتهي حتى بعد انتصارنا في الحرب العالمية الثانية هذه الكراهية استمرت وتعمقت في قلوب الكثير من الناس في العالم وهذا يتطلب يقضتنا المستمرة والتعريف وهذا حدث في السابع من أكتوبر كان هذا جانبا من كلمة الرئيس الأمريكي جو بايدن وربما ما قاله في هذه الكلمة وهو يتحدث عن معادات السامية عبر التاريخ وهو يتحدث عن هتلر وما فعله مع اليهود سابقا ولم يتطرق حسب ما رأينا في هذا الجزء الذي اتبعنا إلى شيء آخر غير هذه النقطة والحديث ربما عن التاريخ وما حدث في ألمانيا وما إلى ذلك